الأوروبيين فعلا هم كانوا من الذين يعانون وبشدة وبقوة على الأقل اقتصاديا مما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية وبالمناسبة لك أن تتذكر جيدا أن أمريكا عملت سلة محفزات للرأس ماليين أو المستثمرين بلاش الرأس مالي خليها المستثمرين الأوروبيين لنقل استثماراتهم بعيدا عن أوروبا وصولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكأنه أمريكا بتحاول تعمل إفراغ للاقتصاد الأوروبي أكثر عملة تضررت عمليا وده بجد مش هزار أكثر أسواق تضررت عمليا كانت الأسواق الأوروبية مش الأسواق الأمريكية بل بالعكس أمريكا كانت هي الأقل تضرورا من هذه الحرب لكن أوروبا وشمال إفريقيا بل ودول كثيرة في العالم وزي حضراتنا كده وحضراتكم إحنا وإنتوا واحد في النهاية نحن هذا الشعب كنا من المتضررين من هذه الحرب اللي فضلت أمريكا بتنفث فيها نيران وكأنها هي رجل كير عارفين رجل كير بتاع الحداد الرجل اللي بيمسك المنفخ العملاق ويفضل طول الوقت ينفخ في النار حتى تتأجج أمريكا لا تريد غير ذلك لا تريد غير ذلك فليذهب الكل إلى الجحيم نفس هو هو اللي حصل مع الأمريكان بعد الحرب العالمية التانية الدولة الوحيدة اللي طلعت كسبانا الدولة الوحيدة اللي طلعت كسبانا في الحرب العالمية نقولها أيضا هي كسبانا اقتصاديا طول الوقت دولة الحرب دائما بعيدة عن مش سواحلها بينها وما بين الحروب محيط اسمه المحيط الأطلنطي فالأمريكان يبقوا قاعدين من بعيد ومستعدين لإشعال العالم وهم بمأمن طول الوقت دي سياسة الأمريكية إشعال العالم وهم بمأمن العالم يشتعل فالأمريكان يبيعوا سلاح العالم يشتعل فيبدأ العالم يعلي الطلب بتاعه على الطاقة ويبدأ الدول منتجة للbitrol النفط الدول المنتجة للنفط تبدأ تطلع النفط اللي عندها وتبدأ تبيع الطلب عالي مين اللي بيحوش احتياطات ضخمة بردو الأمريكان الأمريكان طول الوقت هوم اللي بيطلعوا كسبانا أنا الأوان أنه الأمريكان ما يكسبوش واعتقد انه جزء من كروت مش بقى الضغط لازم نستخدم هنا كروت الحوافز يعني علينا احنا كمجموعة عربية احنا كعرب الاثنين وعشرين دولة نبدأ نتكلم مع الاوروبيين مش بمنطق تعالوا ساعدونا بمنطق ساعدني وساعدك انت معايا انا كمان هبقى معاك واظن سلة الحوافز العربية مليئة مصر ام الدنيا مصر اللي وقفت يوم 7 اكتوبر لوحدها تماما تتحدث عن فلسطين تتكلم عن فلسطين الاعلام المصري اللي اشتغل على انه العالم يعرف ايه اللي بيحصل في فلسطين زملاء الاعزاء في قناة القاهرة كلهم دون استثناء يمكن هبقى يعني بحكم الصداقة مش بس الزمالة احمد الطهري وكل رجالته في القاهرة ملأوا العالم بالاخبار بالتقارير بكل شيء عما يحدث في فلسطين ودون انحياز لا ينحاز ذات اليمين ولا ينحاز ذات اليسار الكل انحاز الا الاعلام المصري الكل انحاز في الشبكات الاخبارية الا الشبكة بتاعتنا القاهرة لما كنا بنقول للعالم ان اللي بيحصل كارثة فكان العالم بيقولنا جرئيها مصريين انتو مش شايفين الغلابة الاسرائيليين المساكين انتو مش شايفين الاطفال اللي طياروا رؤوسهم وطلع العالم هو اللي كذاب واحنا اللي صح مش ان احنا عشاق ان احنا نبقى صح بس اللي ان احنا بنتحلى بنزاهة مطلقة ولانه القضية بالنسبة لنا هي مركز المراكز لا نتعامل مع فلسطين باعتبارها دولة شقيقة ودولة جوار احنا بنعتبرها جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري وانطلاقا من ده مصر استحالة استحالة هتنحز لحد واستحالة هتغير اتفاق مصر مش دولة صغيرة ومصر مش دولة جديدة مصر هي صحبة الخبرة الاطول في ملف الصراع العربي الصهيوني احنا اكبر خبرة على مستوى المفاوضين ومستوى الاجهزة السيادية ومستوى الدبلوماسية والمستوى السياسي احنا اصحاب الخبرة الاكبر هتيجي تقولي ممكن يكون الخبرة بتاعة الامريكان اقولك انا خبرتي اكبر لان انا اللي على نقطة التماس انا اللي حربت مش الامريكان الامريكان يمول الامريكان يدي سيئي اي عملة الامريكان يفوت لهم العملة يفوت لهم السلاح يدي لهم الفلوس يساعدهم دوليا يحميهم يشبك حواليهم لكن انا اللي وقفت في 48 ومعايا اربع دول وانا اللي دفعت تمن التمن ده من دم ولادي انا مصر هاجي في المفاوضة واخد الموضوع بشكل صبياني ليه هو احنا جداد ولا ايه وكنا امت عملنا كده عشان نعمل كده دلوقتي تقرير عبيط عبيط وان كان مهينا فهو يهين عقول العالم انا اللي دفعت من دمي في 56 انا اللي دفعت من دمي في 67 انا اللي دفعت من دمي في حروب الاستنزاف انا اللي دفعت من دمي حتى انتصرت في 73 انا اللي اعطت على ترابيزات المفاوضات انا اللي ضربت المثل قدام العالم ان نبقى منتصر واسع للسلام هاجي اغير ورق واعمل العاب صبيانية بتاعة عيال فتالتة ابتدائي الحقيقة ان اللي بيلعب هم اللي طلعوا القرار لو تتذكروا اللي تلعب فيه مضمونه وتغييره من اللغة الانجليزية للغة العربية بمضامين لغوية مش انا اللي قلت انه اسرائيل تنسحب في النسخة العربي من اراضي وطيارت الالف واللام مش مصر اللي عملت كده الامريكان اللي مسيطرين على مجلس الامن هم اللي عملوا كده هم اللي لعبوا في القرار مش احنا ولا ايه الامريكان هم اللي نقلوا السفارة على القدس بين عشية وضحاها مش احنا الامريكان هم اللي قالوا ان الاسرائيليين حمائم والمقاومة الفلسطينية بتتبح العيال الامريكان هم اللي قالوا ان ما فيش ابادة الامريكان هم اللي قرروا يعاقبوا المحكمة الجنائية انت شفت بجحة اكتر من كده يعاقب المحكمة الجنائية الدولية عشان طلعت مذكرة توقيف بحق اتنين اغس مصر طبعا كان لازم تبقى اولى المرحبات باعلان اسبانيا والنرويج وايرلندا انضمامهم للدول اللي اعترفت بدولة فلسطين خلونا نشوف التقرير ده وتشوف مصر مكملة في جهودها الى اي مدى اقولك استباقا الى اخر المدى